البرنامج بقول لحضراتكم من بداية الحلقة واحد من أهم برنامجين من أهم برنامجين موجودين على هذه الخريطة هنا وبرة هنا وبرة حجم مشاهدته متابعيته ثقة الدنيا وكلها فيه أنا بقول لكم على الرصد لهذا البرنامج وبرنامج زميل آخر أيضا هم دول أكتر برنامجين متشافين في مصر والعالم العربي فيه ناس بتزعل من الكلام ده اللي أنا بقوله بس لأ بقول لكم اسألوا وشوفوا اعرفوا حقيقة البرامج فين ومكانتها فين ووضعها فين ونسب مشاهدتها بالملايين بنتكلم قلتها قبل كده من شهرين هذا البرنامج بيشوفوا يومين من 25 ل 30 مليون مشاهد مش مليون والعشره بتكلم حضرتكم على أرقام دقيقة من 25 ل 30 مليون يوميا بيتابعوا هذا البرنامج فدي بتدينا مسئولية كبيرة جدا بتدينا حملة إيه القوي إن احنا لازم لأنه عشان كده المشاهدة بتزيد ما بتقلش الحمد لله فضل ربنا وبقول لكم هو ده نتيجة أنه فيه عمل أكتر 120 واحد ده شغلهم الشاغل والثقة الكبيرة ستناهي محملة معنين ثقة وكبيرة جدا عشان كده بقول له حضراتكم ربنا بيكرمنا لأنه زي ما بقول كده هي رسالة وأمانة وبالتالي نؤديها الحمد لله بفضل من ربنا بفضل من ربنا النهاردة أنا دخلت مع حضراتكم عشر سنوات هواء بدأت هواء في عام 2013 والنهاردة بداية عام 13 عشر سنوات الحمد لله فضل من ربنا عشر سنوات هواء مستمرين الحمد لله عشر سنوات هواء ده في عام المجال الإعلامي وقت طويل وقبلها في القاهرة اليوم في حدود عشر سنوات حلقة في الأسبوع أو حلقتين أو ثلاثة حسب الوقت ولكن أيضا عشر سنوات هواء في برنامج القاهرة اليوم مع زميلي وصديقي عمر أديب اللي بقول له كل سنة وانت طيب يا عمر كل سنة وانت طيب وكمان بقول له نيرفانا إدريس اللي بدأت أيضا في هذا الوقت وكن موجود في القاهرة اليوم كل سنة وانت طيبة يا نيرفانا نيرفانا إدريس فبقول له حضراتكم ناس لازم تتذكرهم في الوقت ده عشر سنين في القاهرة اليوم والنهاردة عشر سنوات من أيام التحرير وثم هذا البرنامج وهذه القناة المحترمة قناة صدى البلد فعشر سنوات في عمر الإعلام وقبلهم تلاتين سنة صحافة أهرام مش سنة تلاتين سنة فتبتتكلم هنا على شوف الأهرام من سبعة وتمانين لحد دلوقتي الحمد لله وفضل من ربنا ونعمة عشان كده في ناس كتير قوي بتبقى متضايقة ولسه هيتضايقوا كتير وهنضايقهم بالمناسبة كتير قوي لأيام الجاية هنضايقهم بالمناسبة كتير قوي وعيسهم يفضلوا كده يقولوا وإحنا الحمد لله كرم من ربنا بالنسبة لنا صفر على الشمال كلهم كلهم صفر على الشمال ولا يسو ولا يهزلنا شعرة كلهم أنا بقول كلهم أعني كلامي بشكل واضع ودقيق كل سنة وحياتكم ضايبين واشكركم شكرا جزيلا قبلة أخرى لحضراتكم لجمهورنا العريض في الدنيا كلها سبعة الألف فيك